اكتسبت خبرتها من والدتها ثم علمتها لأبنائها من الطلبة والمتدربات نعيمة بخطوة سيدة سلكت طريقها إلى عالم التصميم والخيطة وتفصيل الملابس ولم يكن مشورها سهلاً في البداية لكنها تخطط سعب قلة الإمكانات وغياب الدعم وصطع نجمها في مدينتها درنا كانت بداية بسيطة فتطورت ودرنا دورات تدريبية على مستوى لبس به وطلعنا دفعات خرجنا دفعات ودرنا مشاريع الأرواح للسيدات والطالبات ودرنا مشاريع الأرواح اليوم تشرف سيدة نعيمة على تعليم طالبات من كافة الأعمار لتصل بهن إلى مرحلة التخريج بهدف تمكينهن من فن الخياطة والتطريز بكل احترافية من خلال دروس نظرية وتطبيقات عملية داخل مشغل مجهز بإمكانات بسيطة وبمجهوداتها الذاتية مشروع كان بسيط لتلك نتوى نجاح الحمد لله ونديره في دورات لعالك روشي نديره في دورات للأشغال اليدوية مراحل التدريب التاني نعطب في الأساسيات الخياطة أساسيات التفصيل قبل نأخذ كيف البترون الأساسي نأخذ البترون الأساسي من أدوات الخياطة من كيف ترسم البترون الجسم كيف ترسم على الجماش المركز يتيح لكل فتاة تسعى لتطوير إمكاناتها وقدراتها الذاتية تحسين وضعها المعيشي والاستفادة من مواهبها في مجال الخياطة وتطريز فضلا عن تعزيز مكانتها داخل المجتمع ودخولها غمار الحياة المهنية من الباب الكبير بل لما لا تكون حاضرة في المحافل العربية والدولية نحب العالم الأزياء وعالم تصاميم هضياهي بعدها بدأت ننسى حلمي عشان في بلادهم فيش تخصص يدعم الشيء هضياهي لكن برضو أنا مازلت دقيقة في الحاجة الثانية ونحب أي حاجة نشوفها ونشوف كيف هي مصنوعة وكيف هني بعدها جدت درست عند أبل نعيمة بوخطوة وهي حققت لحلمي هذا لا شك أن سيدة نعيمة بوخطوة نموذج يحتذا به وهي مثال للمرأة القوية الصامدة التي تسعى جاهدة لترك بصمة في مجال عملها كما أن إيمانها بقدرتها على الخلق والإبداع يمكن أن يأخذها إلى ما هو أبعد فالإبداع قرين لحظة اختيار ومناخ حر ينطلق فيه الفكر والخيال إلى فضاءات لا نهائية